بسم الله الرحمن الرحيم عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مما بعد أيها الإخوة في الله نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا العلم والعمل أيها الإخوة في الله لازلنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذه العقيدة في شرح ما يتعلق بالله عز وجل من ناحية ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وما يجب لله تعالى وما يجوز عليه وما يمتنع وأيضا كل ما يتعلق بأمور الملائكة والكتب والرسل والبعث بعد الموت والجنة والنار والإيمان بالقدر خيره وشره والرد على بعض الفرق الضالة التي ظلت عن منهج القرآن والسنة وعن منهج مذهب سلف هذه الأمة الشيخ رحمه الله لما بدأ هذه العقيدة رحمه الله قال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة ثم قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره طبعا نحن نعرف معاني الإيمان وأن الإيمان أصلا معناه التصديق في اللغة ومعناه في الشرع هو قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني القلب وعمل بالجوارح أو العمل بالأركان التي هي الجوارح فالإيمان إذن قول وعمل واعتقاد ليس كما يذهب بعض الناس على أن الإيمان هو فقط التصديق وإلا فإبليس كان مصدقا وفرعون كان مصدقا ليس الإيمان هو التصديق فقط أو معرفة القلب والله عز وجل ذكر ذلك قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة لكن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول وعمل واعتقاد والله عز وجل دائما في القرآن يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا ينفع الإيمان بدون عمل لابد العمل هو برهان الإيمان ودليل الإيمان ولا يكون العبد مؤمنا حقيقة الإيمان حتى يأتي بأركان الدين وأركان الإسلام وأولها شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعرف معناها ويعمل بمقتضاها فلا يصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لله تبارك وتعالى فإذن الإيمان هو يعتبر عمل القلب وهو الخضوع والانقياد للأوامر والإيمان نوعان إيمان عام مجمل وإيمان مفصل الإيمان العام المجمل هو الذي يجب على كل إنسان وعلى كل مسلم على كل مكلف أن يؤمن بالله ورسوله ويقر بجميع ما جاء به الرسول من أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه بحيث يقر بجميع ما أخبر به وما أمر به كما ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن الكريم حيث قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضلالا بعيدا كما في سورة النساء هذا الإيمان المجمل الواجب على كل أحد لا أحد يعذر بالإيمان المجمل فإن من ذقي الله عز وجل بالإيمان بجميع ما جاء به الرسول مجملا مقرا بما بلغه من تفصيل الجملة يعني كلما علم شيئا مفصلا من آيات الله عز وجل مما يتعلق بالإيمان وبالأوامر وبالنواهي وهو غير جاحد لشيء من تفاصيلها فإنه يكون بذلك من المؤمنين إذ الإيمان بكل فرد من تفصيل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر به غير مقدور للعباد أن يؤمنوا بكل شيء على التفصيل ولكنهم يؤمنون إيمانا مجملا نؤمن بالله وما جاء عن الله على مراد الله ونؤمن بما جاء عن الرسول على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم إذن الإيمان يصح الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار لكننا معلوم أننا لا نحيط بعلم كل هذه الأشياء على جهة التفصيل هناك أشياء في الغيب لا نعلمها ولا نعلم تفاصيلها مثلا الأنبياء الذين لم يذكر الله عز وجل أخبارهم أو تفاصيلهم لسنا ملزمين بالإيمان بهم إلا إجمالا رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليم إذن هناك من الرسل من الله عز وجل ذكر اسمه في القرآن وهو خمسة وعشرين نبي ورسول ذكروا في القرآن على جهة التفصيل خمسة وعشرون نبيا ورسولا ذكروا في القرآن هؤلاء يجب الإيمان بهم على التفصيل وأما الإجمال سيأتينا في عدد الأنبياء وعدد الرسل وما يتعلق بها بعد أن نتكلم على الإيمان بالملائكة لأن الشيخ رحمه الله الشيخ الإسلام بن تيمية ذكر أولا كما هو في القرآن الكريم الإيمان بالله عز وجل ثم الإيمان بالملائكة الملائكة هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان لأن أركان الإيمان ستة وأركان الإسلام خمسة فأركان الإيمان الستة أولها الإيمان بالله ثم الإيمان بالملائكة ثم الإيمان بالكتب ثم الإيمان بالرسل ثم الإيمان باليوم الآخر ثم الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تبارك وتعالى فالإيمان بالملائكة يأتينا الإيمان بهم على جهة الإجمال أيضا والتفصيل ولا يجوز لأحد أن ينكر أن لله عز وجل ملائكة وأن لهم أعمال لأن الله عز وجل ذكرهم في القرآن الكريم وذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة فالملائكة عالم غيبي وهو غير عالم الإنس وغير عالم الجن فهو عالم كريم سنرى وسنذكر هذه النصوص لأن أصل كلمة الملك الملك من الملائكة والملك من الإنس فإذن الملك يقال أن أصله من ألك والمعلكة والمعلكة يعني الرسالة ومنه اشتق منه الملائكة لأنهم هم رسل الله ولا أكا الملائكة هي الرسالة وقال بعض المحققين الملك من الملك قال والمتولي من الملائكة شيئا من السياسات يقال له ملك ومن البشر المتولي السياسات من البشر يقال له ملك فالإيمان بالملائكة أصل من أصول الدين ومن أصول الإيمان لا يصح إيمان عبد ما لم يؤمن بالملائكة على جهة الإجمال وعلى جهة التفصيل كما فصله الله عز وجل الله عز وجل يقول في آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إذن الإيمان كيف يكون الإيمان بهم هو التصديق بوجودهم وأنهم عالم غيبي خلقهم الله من نور كما خلق الله عز وجل بني آدم من الطين من التراب خلق الله عز وجل الملائكة من النور وخلق الجن من النار فعندنا طين ونور ونار فالله عز وجل خلق الإنسان من طين وخلق الملائكة من نور وخلق الجن من النار فيجب الإيمان بما ذكره الله عز وجل عنهم قال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف الله لكم يعني مما وصف لكم في القرآن وهذا حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه وروا عكرمة رضي الله عنه قال خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من نار وأما ما ذكره بعض العلماء من أقوال إسرائيلية فنحن نعرض عنها لأن ما جاءنا في القرآن وفي السنة الصحيحة يغنينا عن ذلك هل نرى الملائكة؟ الملائكة أجسام نورانية لا يستطيع العباد أن يرونها كما أنهم لا يستطيعون أن يرون الجن إلا إذا تشكل وكان جبريل عليه السلام يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي يسألوا والصحابة يسألون كما في حديث عمر وفي غيره من الحديث كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتانا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فلما ذهب هم لا يعرفون الصحابة لا يعرف أحد قال تدرون من السائل وفي رواية تدري يا عمر من السائل قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ويروى في بعض الأحاديث كما في حديث عائشة أنها رأت جبريل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رأته على صورة دحية الكلبي دحية بن خليفة الكلبي أحد الصحابة كان جميل الصورة فكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية وسألت عائشة رسول الله قالت ما يريد دحية قال رأيتي قالت نعم قال ذاك جبريل ليس دحية بن خليفة الكلبي وهذه منقبة لدحية الكلبي رضي الله عنه أن يأتي جبريل على صورته الملائكة لم يراهم أحد إلا بعض البشر كالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة رأاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين رأى جبريل في صورته مرتين رأاه مرة في السماء ومرة في الأرض في ليلة الإسراء والمعراج رأاه على صورته ورأاه أيضا في الأرض وقد سد الأفق سد ما بين السماء والأرض جبريل واحد من الملائكة رئيس الملائكة له ستمائة جناح الملائكة كما قال الله عز وجل فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء بعض الملائكة لهم جناحان بعضهم له ثلاثة بعضهم له أربعة وبعضهم أكثر إلى ستمائة جناح جبريل عليه السلام له ستمائة جناح قد سد ما بين السماء والأرض هذا عظمه وحمل قرى قوم لوط على طرف جناحه هذه القوة العظيمة القوة التي أعطاها الله عز وجل للملائكة كما سيأتينا أنهم من خزنة أيضا من خزنة النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فحمل جبريل عليه السلام قرى قوم لوط على طرف جناحه حتى رفعهم إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح دياكتهم ثم نكسهم والعياذ بالله إلى الأرض عقوبة من الله لأنهم كانوا يعملون الفاحشة فغضب الله عليهم كذبوا رسوله واعتدوا على رسله وفعلوا الفاحشة فتوعدناهاهم نبيهم لوط عليه السلام ولم ينتهوا فأنزل الله عز وجل عليهم هذا الغضب والعياذ بالله الله عز وجل وصف لنا الملائكة فقد رأى الرسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته كما ذكرنا مرتين رآه بالأفق المبين كما في سورة التكوير ولقد رآه بالأفق المبين وفي قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى كما في سورة النجم عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلا سدرة المنتهى فوق السماء السابعة ورد في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هاتين الآيتين فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء إلى الأرض سادا ما بين السماء والأرض وسئلت عائشة عن قوله تعالى ثم دنا فتدلى قال إنما ذلك جبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الرجال وأنه أتاه هذه المرة في صورته التي خلق عليها فسد ما بين السماء والأرض كما هو الحديث الصحيح في صحيح مسلم رحمه الله وقال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى أي رفرفا خضرا قد سد الأفق وهذا الرفرف الذي كان عليه جبريل عليه السلام قال ابن حجر والنسائي والحاكم رويا من طريقهما عن ابن مسعود قال أبصر نبي الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض له ستمائة جناه أما عظم خلق الملائكة فلا شك أنهم يتفاوتون في الخلق ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدثكم عن ملأك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة رواه بن أبي حاتم وصحاح الألباني وقال صاحب محقق مشكات المصابيح إسناده صحيح وروا الطبراني في المعجم والأوسط بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدثكم عن ملأك واحد من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش بين شحمة أذنه وعاتقه تخفق الطير فيه سبعمائة عام ذلك الملك يسبح الله عز وجل أما أجنحة الملائكة فقد ذكرها الله عز وجل في سورة فاطر وذكرنا أن لجبريل عليه السلام له ستمائة جناح رآه النبي صلى الله عليه وسلم أما الملائكة فإن الله قد خلقهم على سورة جميلة كما قال عز وجل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى قال ابن عباس ذو مرة يعني ذو منظر حسن وقيل ذو مرة يعني ذو قوة ولا خلاف فهو حسن جميل الصورة وله قوة عليه السلام وقد تقرر في وصف عند الناس وصف الملائكة بالجمال فيوسف عليه السلام لما رآه النسوة لما خرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم طيب هل هناك شبه بين البشر وبين الملائكة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عرض علي الأنبياء عليهم السلام فإذا موسى ضرب من الرجال يعني متوسط ليس كثير اللحم ولا قليل اللحم يعني خفيف اللحم موسى عليه السلام رجل طويل كأنه من رجال شنؤة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود رضي الله عنه من الصحابة ورأيت إبراهيم الخليل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبكم أقرب الناس شبها بإبراهيم الخليل عليه السلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نفسه لأنه من ذريته ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت شبها به دحي ابن خليفة الكلبي الصحابي الجليل رواه الإمام مسلم يعني هذه أحاديث صحيحة ما فيها خلاف فهل هذا الشبه كائن بين صورة جبريل الحقيقية وصورة دحية بينها خلاف فجبريل عليه السلام إذا تمثل في صورة البشر تمثل في صورة أعرابي أو دحية الكلبي وأما صورته الحقيقية فكما ذكرنا لكم الملائكة لا يوصفون لا بالذكورة ولا بالأنوثة لأن المشركين والعياذ بالله وصفوا الملائكة بأنهم بنات الله تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا قال تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون الله عز وجل ينعى عليهم هذا الكلام ويرد عليهم أن الله عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولد بل هو منزه سبحانه وتعالى عن ذلك أيضا الملائكة لا يأكلون ولا يشربون يعني هذا تفصيل لأحوال الملائكة والدليل على ذلك أن إبراهيم الخليل عليه السلام لما أتاه الملائكة على صورة بشر وما عرفهم عليه السلام قدم لهم الطعام جاء لهم بعجل سمين وقربه إليهم فلما رأى إهديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس في نفسه خيفة والله عز وجل يقول هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين ما عرفهم إبراهيم عليه السلام وهم جاءوا لإنزال العذاب على قوم لوط ولكنهم جاءوا أولا إلى إبراهيم ولوط ابن أخي إبراهيم قريب له ثم نزلوا عليه أضيافا فجاء بعجل سمين وفي الآية الثانية بعجل حنيذ فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وفي الآية الأخرى في سورة هود فلما رأى أيديهم لا تصل إليه يعني إلى الأكل نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب إلى آخر الآيات أيضا الملائكة لا يتعبون ولا يملون يسبحون الليل والنهار لا يفترون كما جاء في وصفهم في سورة الأنبياء أي لا يفترون ولا يتعبون ولا يضغطون وفي الآية الأخرى في سورة فصلت فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون يعني لا يملون من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وهم حول العرش لهم دوي بالتسبيح والتحميد والتهليل أيضا هناك ملائكة طبعا الملائكة منازلهم في السماء وينزلون إلى الأرض قال عز وجل تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم فإن استكبروا في الآية الأخرى فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون يعني الله عز وجل ليس في حاجة لعبادتنا فالملائكة يسبحون له ليلا ونهارا لا يملون ولا يكلون وهم لا يأكلون ولا يشربون الليل والنهار في التسبيح والتهليل والتحميد لله عز وجل وهم ما ينزلون إلى الأرض من السماء إلا بأمر الله عز وجل قال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل أن يزور يعني النبي يحب جبريل قال ألا تزورنا ألا تكثر من زيارتنا فنزل قوله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك فهم محكومين بأمر الله إذا أمرهم الله عز وجل بالنزول نزلوا كما في ليلة القدر الله عز وجل قال ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر الروح هنا هو من هو جبريل عليه السلام وهو رئيس الملائكة وسيأتينا في أسماء الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل ممن سماهم الله عز وجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل صلاة التطوع يقول اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فهؤلاء هم رؤساء الملائكة منهم من موكل بالوحي ومنهم من موكل بالقطر ومنهم موكل بالصور بالنفخ في الصور كإسرافيل وميكائيل مكلف بالمطر بالقطر والنبات وجبريل موكل بالوحي بالنزول الوحي على الأنبياء والمرسلين إذن أعداد الملائكة لا يحصيهم إلا الله عز وجل قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو وإذا أردت أن تعلم عدد الملائكة فاسمع ما قاله جبريل عليه السلام في البيت المعمور الذي بإزاع الكعبة كما جاء في الأحديث أنه على جهة الكعبة فوق جهة الكعبة من نحية السماء قال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم رواه البخاري ومسلم هذا حديث في الصحيحين سبعون ألف ملك يدخلون البيت المعمور كل يوم ولا يعودون إليه مرة أخرى وعليك الحساب منذ خلق الله السماوات إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة وهذا ديدنهم يدخلون البيت المعمور كل يوم يدخل منهم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرون النار النار لها سبعون ألف زمام يسحبونها فيها كل زمام يسحب سبعون ألف ملك يعني سبعين ألف في سبعين ألف هؤلاء يجرون النار والعياذ بالله يوم القيامة نسأل الله السلامة فعلى ذلك فأين الذين يأتون بجهنم يوم القيامة أربع مليارات وتسعمائة مليون ملك هذا سبعين ألف سبعين ألف أربع مليارات وتسعمائة مليون ملك يعني قريب من خمسة من خمسة مليارات من الملائكة بس للنار يسحبون النار ويجرونها أسماء الملائكة كما ذكرنا لكم جبريل وميكائيل كما قال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك هذه الآية لها مناسبة جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من الذي يأتيك بالوحي قال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام قالوا هذا عدونا من الملائكة انظروا كيف الظلال والجهن فنزلت هذه الآيات قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وقال عز وجل في القرآن الكريم نزل به الروح الأمين جبريل على قلبك لتكون من المؤمنين تنزل الملائكة والروح فيها ليلة القدر فالروح هو جبريل عليه السلام وجبريل هو الذي أرسله الله عز وجل إلى مريم عليه السلام نفخ في جيب درعها وحملت بعيسى عليه السلام بروح مخلوقة فتمثل لها بشرا سويا فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل عليه السلام تمثل لمريم على هيئة بشر فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا فنفخ في جيب درعها فحملت بعيسى عليه السلام آية من آيات الله خلقه الله بدون أب كما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بدون أب ولا أم خلقه من تراب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون طيب أيضا من الملائكة غير جبريل المسمى اسرافيل اسرافيل هو الذي ينفخ في الصور روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم كيف أنعم وقد التقى مصاحب الصور القرن الصور قرن وحنى جبهته ورفع بصره إلى السماء ينتظر من الله عز وجل الأمر بأن ينفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون قيل بين النفختين أربعين أربعين سنة بين النفخة الأولى والنفخة الثانية فإسرافيل هو الذي ينفخ في الصور ومن الملائكة أيضا مالك وهو خازن النار قال عز وجل عن أهل النار يحكي حالهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون يقال أنهم يجلسون سبعين سنة في بعض روايات أربعين سنة ينادون فلا يستجيب لهم أحد ثم يقول الله عز وجل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون والعياذ بالله هذا الخزي لأهل النار قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين أهل النار والعياذ بالله يتمنون الموت يتمنون الهلاك بل يقولون يوم يرون الدواب والحيوانات والطير كلها تعود ترابة يقول الكافر يوم القيامة يا ليتني كنت ترابا ترابا فهم لا يذوقون فيها في النار لا يريدون الموت ويطلبون الموت ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون يعني ليريحنا ليميتنا ونرتح من هذا العذاب لكنهم ماكثون فيها أبد الآباد لابثين فيها أحقابا قيل الحقب الواحد الحقب الواحد مئة سنة كامل الحقب الواحد فهو أحقابا وقيل ألف عام أحقابا فيها والله عز وجل قال الخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض فإذن من أسماء الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل وسيأتينا عن ميكائيل إن نموكل بالقطر ثم مالك خازن النار ورضوان خازن الجنة كما ورد في بعض الأحاديث في البداية والنهاية خازن الجنة ملك يقال له رضوان جاء مصرحا به في بعض الأحاديث ومن أسماء الملائكة أيضا منكر ونكير هؤلاء الموكلون بالعذاب في القبر والعياذ بالله وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم واستفاضت بهم الأحاديث في سؤال الميت في قبره إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أهله أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه يسألانه الأسئلة المعروفة فإن أجاب فهم يصدقونه وإن لم يجب فإنهم يكذبونه ويبشرونه بالنار والعياذ بالله منكر ونكير سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن الملائكة أيضا هاروت وماروت وجاء ذكرهم في القرآن الكريم قال عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر وهذا من الابتلاء ومن الاختبار من الله عز وجل جاء في بعض الروايات تسمية ملك الموت بعزرائيل لكنه لم يثبت لم يثبت في ذلك حديث صحيح باسم ملك الموت بأن اسمه عزرائيل وهذا عند الناس عند العامة لكن ليس فيه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة أيضا رقيب وعتيد كما في سورة قاف الله عز وجل يقول إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقيل إنها ليست أسماء للملائكة وإنما هو وصف لعملهم فهم الذين يسجلون أعمال العباد ملك عن يمينه يسجل الحسنات وملك عن يساره وشماله يسجل السيئات فهما حاضران شاهدان لا يغيبان عن العبد أبدا وليس أنهما إسمان للملائكة وإنما هما وصف لأعمالهم لكن جاء ذكرهم أنهم رقيب وعتيد فالرقيب هو الذي يسجل الحسنات والعتيد هو الذي يسجل السيئات والذي على اليمين رئيس على الشمال فلا يكتب حتى يأذن له لأن العبد قد يستغفر وقد يتوب من ذنبه فيمحى ذلك الذنب وهذا من فضل الله عز وجل علينا أن العبد إذا استغفر وتاب ورجع من ذنبه فإن الله يغفر الذنب بل ينقلب ذلك الذنب إلى حسنة بحسنة الاستغفار فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الذي يتوب ويستغفر تنقلب تلك السيئات إلى حسنات وهذا من كرم الله عز وجل وجوده واسعة مغفرته ورحمته بالعباد أنه يقلب تلك السيئات إلى حسنات بسبب التوبة الصادقة التوبة النصوح الذي يتوب العبد إلى الله عز وجل أيضا هل الملائكة يموتون؟ طبعا جاء في الآيات أنهم يموتون كما يموت الإنس والجن لأن الله عز وجل قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وقيل إنه يستثنى منهم ملك الموت أو جبريل أو ميكائيل ثم يقول الله عز وجل للملائكة جميعا موتوا حتى ملك الموت يموت ثم ينادي الله عز وجل يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ قد مات الجميع ولم يبق إلا الواحد الأحد الفرد الصمد يقول الله عز وجل يجيب نفسه لله الواحد القهار ومما يدل على أنهم يموتون الله عز وجل يقول كل شيء هالك إلا وجهه لكن هل يموت أحد منهم قبل النفخ في الصور؟ هذا ما لا نعلمه إلا عند الله عز وجل إنما جاءنا أن موتهم عند النفخ في الصور هم يموتون حتما لكن متى؟ الله أعلم لكن أما عند النفخ في الصور فهذا حتما كما جاءت الآيات القرآنية في ذلك الملائكة وصفهم الله عز وجل بأنهم سفر وأنهم كرام بررة وأنهم سفراء بين الله وبين خلقه وأنهم كما جاء في الحديث أن الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه شديد عليه فله أجران ومن أخلاق الملائكة أنهم كرام يستحون ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا في بيتها يعني كان صلى الله عليه وسلم ما أخذ جلسة للطجاع على فراشه كاشفا عن ساقيه أو فخذيه فاستعذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له وهو على تلك الحال لم يغير النبي عليه الصلاة والسلام جلسة ويتحدث مع أبي بكر ثم استعذن عمر الفاروق رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك فتحدث معه ثم استعذن عثمان ذي النورين الخليفة الراشد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه ودخل فلما خرج الصحابة رضي الله عنهم قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهتش له يعني لم تتحرك ولم تباله يعني لم تهتم ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك قال صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة رواه الإمام مسلم وهذه منقبة لعثمان رضي الله تعالى عنه أنه تستحي منه الملائكة 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 عليهم السلام أرسلهم الله تعالى بالوحي كما أرسل إلى إبراهيم الخليل عليه السلام كما قال عز وجل ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث عن جاء بعجل حنيف وجاءوا إلى لوط عليه السلام في صورة شباب حسان الوجوه وضاق بهم لوط لأن قوم لوط أرادوا أن يفعلوا بهم الفاحشة يعظنونهم شباب من البشر فطمن الملائكة لوط عليه السلام ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب يقول الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره تبدت الملائكة في صورة شباب حسان امتحانا واختبارا حتى قامت الحجة على قوم لوط وأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر وقد كان جبريل عليه السلام يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة رجل كما سبق أن ذكرنا ذلك عنهم طيب سرعة الملائكة الملائكة لديهم من السرعة ما لا يحيط به البشر فإذا كان كما يقول الناس أو غيرهم من علماء الضوء أن سرعة الضوء تنطلق بسرعة 186 ألف ميل في الثانية الواحدة أما سرعة الملائكة فهم أسرع من ذلك بكثير ولا تقاس من مقاييس البشر كان الرجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله السؤال فلا يكاد يفرغ من السؤال حتى يأتي جبريل بالسرعة الفائقة من السماء بالجواب من عند الله عز وجل ويلقيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة لهم علم كما ذكر الله عز وجل عنهم أنه قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فالإنسان يتميز بالقدرة على التعرف على الأشياء والملائكة علمهم الله عز وجل يعلمون ذلك بالتلقي المباشر من الله عز وجل قال عز وجل في الملائكة وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ جاء في بعض الآيات أن الملائكة يختصمون كما قال عز وجل في كثير من آيات القرآن قال الله عز وجل ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين ففي أي شيء كان الملائكة يختصمون جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة قال أحسبه في المنام فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى فيما تختصم الملائكة قال قلت لا يا ربي قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديية فعلمت ما في السماوات وما في الأرض فقال يا محمد تدري فيما يختصم الملأ الأعلى قلت نعم في الكفارات لأن الله وضع يده بين كتفيه فعلم صلى الله عليه وسلم فيما يختصم الملأ الأعلى قال يختصمون في الكفارات في كفارات الذنوب وفي الدرجات الكفارات هي المكث في المساجد بعد الصلاوات والمشي على الأقدام على الجماعات وإسباغ الوضوء في المكاره وإفشاء السلام وإطعام الطعام تلك الكفارات وهذه الدرجات يعني الكفارات هي المكث في المساجد بعد الصلاوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات والمشي في الظلمات وإسباغ الوضوء على المكاره وسأنبين هذا وأبى الدرجات التي يختصم فيها الملائكة فهي إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام هذه الدرجات التي يرفع الله تعالى فيها العبد عنده درجات في الجنة قال صدقت قال ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه قال يا محمد الله عز وجل يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت يا محمد فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون هذا الحديث العظيم رواه الإمام الترمذي وهو في صحيح الترمذي وقال عليه الحافظ بن كثير هذا حديث المنام المشهور ومن جعله يقظة فقد غلط وهو في السنن السنن الأربع أو السنن الثلاث الترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود وهذا حديث رواه الإمام الترمذي من حديث جهضم بن عبد الله اليمامي قال الحسن فيه الحسن البصري قال هذا حديث صحيح وليس هذا هو الاختصام الذي في قوله تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون فالاختصام المذكور في القرآن إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين كما في صورة صاد إذن اختصام الملائكة في كتابة الكفارات وهذا فضل الله عز وجل على العباد أن كفارات الذنوب تختصم الملائكة بينها في عددها كم تدون من هذه إذا استغفر العبد وتاب وعمل الصالحات لأن إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين إذا عمل العبد الحسنة بعد السيئة فإنها تمحها هذا فضل الله تعالى على العباد الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فالمكث في المساجد قبل الصلوات وبعد الصلوات هذه من أفضائل الأعمال أن العبد النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل قلبه معلق بالمساجد دائما حريص على حضور الصلوات حريص على التقدم إلى الصفوة الأولى حريص إلى أن يحضر للمسجد قبل الأذان إذا حضرت الصلاة فإنه يصلي مع المسلمين ويستمع وينصث للإمام إذا انتهت الصلاة فإنه يعقبها بالتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار ويطيل الجلوس فإن العبد لا يزال البر يذر فوق رأسه ما دام في مصلاة والملائكة تدعو له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه من يوم أن يخرج من بيته فهو في صلاة حتى يدخل المسجد ويصلي فهو في صلاة من تظر الصلاة ولذلك ينبغي للعبد إذا خرج من بيته أن يخرج بطمأنينة وسكينة ووقار وذكر وتسبيح وتهليل وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله اعتصمت بالله اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا بل واجعلني نورا فهذه بسم الله توكلت على الله آمنت بالله اعتصمت بالله فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم هذه الأدعية أنت في صلاة منذ توضأت وتجهزت للصلاة وخرجت إلى المسجد كل خطوة تخطوها بحسنة يرفع الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة ولما أراد بعض الصحابة أن ينزلوا قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم يعني أنكم أبقوا في منازلكم فهناك تكتب لكم الدرجات العلا وتكتب لكم الدرجات اللي هي الحسنات على حسب بعد المنزل من المسجد فإذا فإذا مكث العبد في المسجد وذكر الله عز وجل وقرأ القرآن زاد خيرا إلى خير فإذا المكث في المسجد هو من الكفارات المشي على الأقدام إلى الجماعات لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة الذين يقولون إن صلاة الجماعة ليست واجبا يعني على فرضا مع أنها واجبة النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص للأعمى جاءه عبد الله ابن أم مكتوم كفيف قال بيتي بعيد عن المسجد وبيني وبينه هوام الدواب وعقارب وغيرها هل تجد لي رخصة يا رسول الله قال هل تسمع النداء قال نعم تسمع الأذان قال نعم يا رسول الله قال أجب لا أجد لك رخصة هو أعمى كفيف وليس لي قائد يقود ما عنده قائد واحد يقوده إلى المسجد ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى الكفيف فكيف يرخ يعني تكون الرخصة للشاب القوي السليم الذي الحمد لله الأنوار الكهرباء السيارات توفر المواصلات في الوصول إلى المساجد والمشي أفضل لكن من كان بعيدا يركب سيارته ويصل إلى المسجد فيحرم نفسه من الخطوات هذا اللي يصلي في بيته يحرم نفسه من الأجر من الخطوات التي تحسب له وهو ذاهب إلى المسجد يخسر أيضا أجر الجماعة أجر المكوث في المسجد أجر سماع القرآن أجر اللقاء مع إخوانه المسلمين المسجد رابطة المسلمين يلتقون فيما بينهم يسلم بعضهم على بعض يسأل بعضهم بعضا الغائب يدعون له المريض يزورونه معاني كبيرة لفرض الصلوات في المساجد أيضا هي من تخفيف العبادة على العبد العبد الذي يصلي في المسجد لا يحس بالصلاة ولا يحس بتكليفها أما إذا فاته فرغ وهو في بيته فيحس بالثقل عليه متى يصلي يقوم يتوضى ويصلي يبحث عن أحد يصلي معه لكن إذا ذهب وصلى في المسجد مع المسلمين خفت تلك الصلاة وأصبحت من أخف الأعمال عليه وهي عمود الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلنا بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عمود الإسلام الصلاة إنسان لا يصلي والعياذ بالله ليس عنده من الإسلام شيء أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة فشيء ذهب آخره هل تنتظر منه شيئا فإذن على العبد أن يحرص على هذه الكفارات النبي صلى الله عليه وسلم حرص عليها أشد الحرص وقال الكفارات الكفارات هي المكث في المساجد بعد الصلوات المشي على الأقدام إلى الجماعات الذي يصلي في بيته فاته سبعة وعشرين درجة وسبعة وعشرين حسنة وفاته الدرجات العظيمة وإسباغ الوضوء على المكاره نعلم حديث الوضوء العظيم النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له كيف تعرف أمتك يوم القيامة بين الأمم قال أعرفهم أنهم محجلون من آثار الوضوء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون محجلون عليهم الأنوار أنوار الوضوء في أعضائهم التي يتوضأون فيها فإذا العبد توضأ خرجت ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء إذا تمضمض واستنجق خرجت ذنوبه التي حصلت من فمه أو من أنفه فإذا مسح وجهه خرجت ذنوبه التي حصلت من وجهه من عينيه أو من أذنه إذا غسل يديه أيضا خرجت ذنوبه بسبب الماء مع آخر قطر الماء عبد يتوضأ يوميا خمس مرات ويغسل كل عضو ثلاثة في خمسة بخمسة عشر مرة هل يبقى عليه من درنه شيء؟ لا يبقى عليه من درنه شيء فهذا ما يختصم فيه الملائكة الملأ الأعلى أما الدرجات فهي إفشاء السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيها ثلاثين حسنة إذا لقيت إخوانك فسلم عليهم تكسب الدرجات ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم من علامات الساعة التسليم الخاصة اللي ما يسلم إلا على اللي يعرفه السلام عليكم يا أبا محمد السلام عليك يا أبا عبد الرحمن ليس هذا هو سلام المسلمين سلم على من عرفته ومن لم تعرف فإذا لم يرد عليك فالملائكة ترد عليك السلام سنة ورده واجب وأيضا إطعام الطعام بذل الطعام الصدقات والصلاة بالليل والناس نيام والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله ورحمه 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 ورحمه